برج الكوس اليوم 28 يناير 20-24 برج الكوس عندك طاقة عدم التوازن واستنزاف في الطاقة انت كمان طول الوقت حاسس ان انت تايه جالك صدمات كتير ورا بعض في امور كتير يمكن انت عيشت فترة طويلة جدا مش عارف تفوق من كتر الصدمات والضغوط اللي انت بتمر فيها عندك قرار متردد فيه وندمان على اختيارك لشخص موجود في حياتك الشخص ده خلاك فقط الصبر معاه ولكن ما فيش داعي لليأس انت برج عقلاني وحكيم والزكاءك عالي قد يكون بعض الامور اللي تعباك محتاجة منك تفكير وتغيير يا برج الكوس برج الكوس انت عندك مبلغ مالي في الطريق ليك عشان انت عايز تنفذ مشروع على ارض الواقع ولكن انت عندك طاقة قلق ولكن لا داعي للقلق توكل على الله برج الكوس انت اكتشفت ناس كتير على حقيقتهم الفترة اللي فاتت ولكن انت بطلت تواجه او حتى تعاتب عندك طاقة فيها عين وحسد وده كان مسبب لك تعطيل ووقف حال وطول الوقت عندك نفور من كل شيء وملكش نفسي لأي حاجة عندك امور قصرية متوترة وانت بتعاني وعلى اخرك من المواضيع اللي ملهاش اخر وسط الاشخاص اللي انت عايش معاهم برج الكوس انت بتشوف في منامك احلام بتكشف لك بعض الامور في حياتك برج الكوس انت تعبان جدا عندك طاقة تعب وقارك ووجع اسفر رأسك وده مؤثر على حياتك العملية والعاطفية ولكن برج الكوس اخر اولوياته هي العاطفة برج الكوس برج عنيد جدا وبيجيش بالتأثير ولا بالكلام بالرغم من ان كل اللي حواليك تخله عنك اللي انت عندك هدف وهتوصله باذن الله البعض من مواليد برج الكوس بيستعدوا للقاء زوار وعنده كمان تجهيز للزيارة ديت وهيكون في حل لأمر ما بأمر الله وفيه كمان تصفية نفوس واكتمال فرحة واستقرار لبرج الكوس عمليا انت واخد حذرك في كل شيء لان الغلطة فورة وعندك خبر حلوه هتسمعه هيطفي نارك وعندك كمان زرعت حاجة وهتحصدها انت مش هترحم حد هجمك في يوم اللي هجمك هتهجمه معدتش هتسكت لحد بعد كده انت برجه صبور وحمال قاسية ولكن الكل طفح معدتش قادر تتحمل انت جواك نجيف ولكن السواد اللي في قلوب اللي حواليك ظهرلك على شكل استغلال ولكن انت اكتشفت ده متأخر عندك شخص في حياتك ما خليك بتلف حوالي نفسك مفيش فايدة فيه وعلى طول جايب عليك العبء كله الانسان ده محيارك وتعبك ومضيقك ولكن انت لما بتشتكل بعض الناس بتحس منهم بالشماتة في عيونهم عملتها مرة واندمت ان انت اشتكت منه ولكن طاقة الزعل والندم اللي انت فيها حاليا برج الكوس كل ده هيعدي وهيهون ولكن خلي بالك من طاقة الفتن وما ترمش ودنك لأي حد بسهولة ولحد هنا تكون انتهت قراءة البرج الكوس اليوم ما تنسونش اللايك والاشتراك في القناة عفل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الديد في قناتي باي